السلام عليكم وبركاته و اهلا و سهلا بكم اليوم سنرى حل التعليم اللي حطناه على التعليم الاسبوع تعالى الأول نفتكر مع بعض التعليم كان بيقول ايه على الشمال عندي جدول في بيانات الموظفين الاسم والايد والباند والدبارتمنت عندي جدول تاني سستخدمه عشان اعمل بحث داخل الجدول الاصلي لكن المرات يبحث على مستوى معلومتين او على مستوى اثنين كولوم الكولوم بتاع الباند والكولوم بتاع الدبارتمنت تعالى نبدأ نسرح في الباند بس سنسرح الباند بس هكتب بي سنقلق ورفرش اداني الناس اللي في الباند بي ودي الدبارتمنت بتاعتهم عندي اثنين في الليجل طب انا عايز قلمة السرح بتاعي للاثنين اللي في الليجل بس هروح على دبارتمنت واكتب بس للناس اللي موجودة في الليجل طب لو حبيت كمان اشوف معاهم الناس اللي في باند ايه اللي في الليجل يبقى هزود هنا ايه فجاب لي الناس اللي في الايه واللي في البي الحقيقة الحلول اللي جاتلي كان فيها مشكلتين صغيرين المشكلة الاولى ان لو احد العمودين جي فارغ بيكون نتيجة نهائية جدول فارغ بالكامل المشكلة التانية بعض الناس اتلخبطت في العلاقة ما بين التو كولومز احنا كنا قلنا ان مثلا لو بدور على حد الباند بتاعه ايه ويكون بيشتغل في الليجل يعني لازم يكون فيه علاقة بين الجدولين بمعنى انا عايز الحالة دي عايز الناس اللي في الباند ايه وكمان تكون شغالة في الليجل فالناس استخدمة اند و الناس استخدمة اور يبدو ان انا موضحته بشكل كافي ولكن واحنا بنحلل المثال هتظهر معانا بشكل افضل قبل ما نبدأ في الحلول اللي هنقدمها النهاردة اعيزك لو سمحت تخش تبص على الموقع بتاعي على الانترنت وتسجل اسمك كمان الموقع ببساطة موجود فيه كل المحتوى بتاعي ولكن بشكل مرتب بشكل افضل موجود فيه عربي انجليزي لو دخلت على القسم العربي هتلاقي كل المحتوى بتاعي ولكن مرتب بشكل افضل في الوقت الحالي لسه مشكل المحتوى موجود بدأت بس بسلسلتين ومع الوقت هنضيف كل السلاسل الاخرى وكمان هكون في بعض الخصائص الاضافية زي ممكن مثلا نحط بعض الصور او المقالات او نفتح بعض النقاشات فكل شوية ان شاء الله هنطور فيه و هنحط فيه حاجات اكتر فلو سمحت ادخو على الموقع و سجل اسمك عشان يجيلك افضلات لما نحط حاجة جديدة هتلاقي الوقت الان عنوان الموقع على الشاشة و هتلاقيه كمان في صندوق الوصف كالعادة كان فيه حل جاهز قبل ان نحط الاسبوع اللي فات وكان مبني على الحل اللي احنا عملناه في الشانج اللي قبله باستخدام table.selectros وكمان list.contains و هنضيف عليهم معادلتين كمان زراف قوي عشان يحلوا المشاكل اللي انا كلمت عنها في بداية الفيديو زي table.isempty وكمان if statement لكن الصراحة كالعادة جالي حل جميل جدا المرادي من الاستاذ عثمان ابو زياد والحل ده بمنتهى البساطة برضو بيعتمد على table.selectros وكمان list.contains ولكن بفكرة بسيطة جدا و جميلة جدا استخدم معاهم list.max عشان يقدر يوصل للمطلوب بالزبط اللي احنا طلبناه فهنعرض للحلين.هنبدأ بالحل الاول اللي انا كنت مجاهزه وبعد كده هنشوف الحل بتاع الاستاذ عثمان ابو زياد على الشمال الجدول اللي انا عايز اعمل فيه بحث او ادور فيه على حاجات معينة وعلى يمين الجدول اللي فيه خاصية البحث الباند او department او الاتنين مع بعض هبدأ ان اعمل بحث على الباند سي بس يعني هشتغل على كولوم واحد في البداية وبعد كده هنطور الكويري واحنا ماشيين. انا قريدي احطيت الاثنين على الكويري ديتا ومالتي كولوم فلتر. مالتي كولوم فلتر ده جدول الصغير وديتا ده الجدول الكبير نضبط لك على ديتا ونشوف الوضع اللي واقفة عنده اعمل ازاي بالزبط.هو خطوطين بس مالتي كولوم فلتر ومالتي كولوم بكرمت الخاصة من الاسل والأعجب لتناول وبعد كده اعملت مالتي كتاة الحصوصية للتايب لا يوجد اي جديد. هنرجع تاني على ديتا الجدول اللي اسمه ديتا. وانا احضر اعمل فلتر على الكلوم اللي اسمه باند. عشان استغل اليوزر انترفيس قد ما اقدر. هاعمل فلتر سريع جدا. هاختار اي حاجة. وليكن مثلا الاباند. هادوس على اوكي. وهنا اعمل فلتر وزود خطوة جديدة اسمها فلتر تروز. ممكن اغير اسمها عشان هنستخدمها تاني. ممكن اسميها مثلا باند سورش. وادوس انتر. وبعد كده تعال نبص على الفوم لابار ونشوف عمل ايه بالزبط. استخدم تابل و سلكتروز. شفناها المرة اللي فاتت. وبعد كده اخد الجدول اللي اسمه تشينج تايب. وده الخطوة السابقة. وبعد كده استخدم الكي وورد اللي اسمه ايتش. والكونديشن او الشرط اللي عمل بيه عملية الفلتريشن او استخدمه داخل تابل تاكتروز. ما هو الا قال والله الكلام اللي اسمه باند عايزينه يساوي ايه. وده اللي عمله بالزبط. فممكن امسح كل المكتوب بعد الكي وورد اللي اسمها ايتش. وابدأ اكتب انا الفونكشن بتاعتي. استخدمناها المرة اللي فاتت اللي اسمها list.containz. فابدأ اكتب list. ادي اول اختيار list.containz. وبعد كده افتح قوس. وعايز مني لستة. واللستة دي اللي انا هعمل بها عماية السورش. وده موجودة فين? موجودة في الكويري اللي اسمها multi column filter. فممكن ابدأ اكتب multi column filter. اداني المالتي column filter اللي موجود على الشمال عندي هنا. لكن طبعا انا مش محتاج الجدول بالكامل. انا محتاج بس منه column معين. والcolumn ده ما هو الا الباند. ولو حطيت الباند جوه اتين سكوير براكت زي ما هو قدامك كده. هيفهم ان دي لستة. وهيتعامل معي على انها لستة. وبعد كده قاما. الطلب التاني. عايز مني. الفاليو. الفاليو اللي هيسرش جواها. والفاليو اللي هيسرش جواها المرة دي. ما هو الا الكلوم اللي موجود جوه الجدول. نحن نقفين عليه بالزبط. اللي هو الكلوم اللي اسمه باند. فهفتح تاني سكوير براكت. واكتب باند. وبعد كده قاما. البرامتر الاخير. اسمه equation criteria. وده نستخدمه عشان نعمل ignore للكيس. عشان لو كانت الحروف بكتوبة بالكبير او بالصغير. في الحالتين يوصل للسرش بتاعه بشكل كويس قوي. وهنستخدم الفونكشن اسمها comparer.ordinal ignore case. وهنعمل العامة الصح. وهتلاقي في عين قدامك لستة الموظفين اللي في الباند سي موجودة قدامك. ممكن نقف لحد كده ونروح نشوف في الشكل عمل ازاي جواه الاكسل شيت. هنقفل ونقل له keep. كنا قلنا قبل كده load as a connection only. ممكن اغير load option. رأي كليك ولود 2. وهختار table ونختار ونقل اوكي. وهذه الجدول بتاع حضرتك زي ما انت شايف موجود فيه كل الناس اللي في الباند سي. لو غيرنا مثلا وكتبنا ب right click و refresh الدنيا ماشية بشكل هايل. طيب افرد زودنا خليناها بي و سي برضو right click refresh الدنيا تمام. لكن لو ضيفنا اي حاجة هنا مش هعمل اي حاجة. نكتب مثلا supply chain right click و refresh ما فيش طبعا حاجة بتحصل لانه مركز بس على الكلام اللي اسمه باند. طب تعال نعمل العكس. تعال نجرب بقى ندور جوه الدبارتمنت. فهعمل دريت لاثنين دول. طبعا لو عملت هنا right click و refresh دلوقتي هيديني تابل فاضي لان هنا ما عنديش حاجة في الباند. هو اصلا مش بيعمل سيرش بالدبارتمنت فاداني تابل فاضي زي ما انت شايف. هعمل دابل لك على ديتا عشان نعمل ادت. تعال نشوف ممكن نحل المشكلة دي ازاي. خلينا الاول اغير change type دي. right click و هسميها مثلا ديتا حاجة سهل عشان نرجع لها تاني. و هروح على band search دي الخطوة اللي انا عملتها بنفسي. و ممكن اخذ copy من الكود بتاعها ctrl c. وبعد كده استخدم fx عشان اعمل خطوة جديدة. و هستخدم نفس الديتا بالزبط ctrl v نفس الخطوة هي بالزبط. ولكن المرة دي بدل ما هو بيدور جوه multi column على الكلام اللي اسمه band. هخليه دور على department فحكتب department باداية. و من داخل اللستة اللي جاية من data. انا لسه باصس على الخطوة اللي اسمها data. زي ما انت شايف هوا مكتوب هنا data. يعني معنا كده هعمل reference للخطوة اللي اسمها data. زي ما كان بيدور المرة اللي فات على الكلام اللي اسمه band. لا عايزه يدور على الكلام اللي اسمه department. تعال نعمل كده اوكي و نشوف ايه اللي حصل. غالبا department مكتوبة غلط. فممكن نصلح department و نعمل عامة الصح. ادي تمام كده جايب لي department اللي اسمه supply chain. فبقى عندي خطوة بتعمل search بالband مطلعها امتي. و خطوة تانية بتعمل search بالdepartment و مطلعها لي supply chain. لاني مختار في الجدول supply chain خليل غير اسمها برضو. ري نيم و هسميها department مثلا search. و دوس انتر و نقفل و نقول له keep. و نشوف ايه اللي هيحصل. ادي فعلا supply chain زي احنا متوقعين. ولو زودت حاجة تانية زي finance. و عملت red click و refresh. سيجيب لي supply chain و finance. لو رجعت حاجة هنا في البند مثلا زي ايه. المفوض ان هو يقلل عدد السطور دي و يبقى supply chain و finance بس كلهم يقوم باند ايه. red click و refresh طبعا مفيش حاجة هتحصل. لانه ما بيدور بس في الحالة اللي احنا فيها دي. الخطوة النهائية. تدور بس على department فتعال نعمل دي 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 و ندور على الايه. و هارجع تاني و هشوف ازاي ممكن اعمل القصة دي. هعمل خطوة جديدة نفس اللي اعملته بالزبط. هاخد copy برضو من نفس الكود. مفيش مشكلة. هنستعمله المرة التالتة. ctrl c. و اعمل خطوة جديدة. وبعدين ctrl v برضو. نفس الكلام حافظ الرفير للخطوة اللي اسمها data مش عايز اغيرها. والمرة دي انا قلنا بادور في ال department. لا انا عايز ادور في ال department. و كمان ادور جوه الباند. يبقى ممكن هنا بعد. اما نخلص list.contains. احنا جوه table.selectros. بعد ما نخلص اول list.contains. هاخد منها copy. هي هي تاني. ctrl c. وبعد كده اكتب كلمة and. وبعد كده ctrl v. واعمل search كمان. يبقى في الحالة دي بقول لو سمحت. دور لي جوه الاتنين. يبقى ستغير department وارجعها تاني band. وغير هنا department. واخليها برضو band. واعمل علامة الصح. كده بقى فعلا مظبوط. بيدور على supply chain. وبيدور كمان على band. يعني بيدور على band a. وعلى department supply chain. تعال نغير دي rename. ومشكل لديها مثلا كأيين ودوس انتر متاع نقفل ونقفله كيب اعمد رفريش والدنيا تمام جدا لو زودت هنا حاجة مثلا زي فينانس وعملت رعب كليك ورفريش مفيش مشكلة جايب لي الفنانس والسابليتشين اللي في الا لو زودت البي خليها سمول رعب كليك ورفريش فجاب لي السابليتشين والفاينانس اللي بيشتغلوا في الا او بي وممكن تقولها بالعكس جاب لي اي او بي اللي بيشتغلوا في السابليتشين مشكلتي دلوقتي انا لو شلت واحدة من دول وعملت ريت كليك ورفراش هيعمل ايه؟ هيجيب لي برضو تابل فاضي دي المشكلة الاخيرة اللي عايزين نعالجها وفي الحالة دي لازم استخدم الاف وكمان هستخدم معاها زي ما اتفقنا الفونكشن اللي اسمها تابل از امتي الوضع انواء افعاد دلوقتي حالا بعمل سيرش على بوث دي خطوة الاخيرة خد بالك انا اعمل ثلاث خطوات للسيرش زي ما انت شايف الخطوة الاولى بتسيرش على البند بس طبعا في الحالة بتاعتنا البند فاضي فمديها لك امتي نفيش تابل نفيش روز الحالة التانية دي بارتمن سيرش عندي هنا فعلا فاليو في الدبارتمنت فمديها نتيجة وده كويس جدا الحالة التالتة بوث لازم الشراطين تحققوا وطبعا طبعا طبعا ما واحد فيه مفاضي فاستحال الشراطي يتحقق وبالتالي برضو عندي جدول فارغ يبقى الحال الوحيد ان انا اختار الخطوة الصحيحة عندي ثلاث خطوات كل حالة يسطح ليها خطوة معينة يبقى انا بورقنا عن حالات اللي عندي محتاج اختار الخطوة الصحيحة طيب انا قدرت اعرف فين الجداول الفاضية ده اللي هيسهل لي بعد كده اختيار الخطوة الصحيحة طب اعرف الجدول الفاضي ازاي عن طريق فانشن اسمها table is empty فحروح اعمل خطوة جيدة طبعا باستخدام fx وهروح استخدم table is empty وهفتح قوس وطالب مني سؤال بيقول لي والله فين التابل اللي انت عايز تشوف اذا كان فاضي ولا مش فاضي فتعا نبدأ باول جدول عندنا اللي خارج من باند سرش هقول له والله يشوف لي الباند سرش ده مدي لك حاجة ولا مش مدي لك حاجة تعا نعمل اوكي هدي لك ايه؟ true true دي معناها ايه؟ معان هو فاضي ارجع كده هوق باند سرش فعلا فاضي يبقى هنا لما سألت هو فاضي قال لي اه فعلا فاضي طب في حالة انه هو فاضي الافضل اروح اجيب من الدبارتمنت تعالا بقى نجرب كده نعملها مع بعض باستخدام f هقول له if طبعا افتك كتب small وقادي الكون او الشرط الشرط مديني true يبقى في الحالة دي then هقول له then تعمل ايه؟ هو فعلا فاضي لو سمحت هاتلي الخطوة بتاع الدبارتمنت سرش طب لما كانش فاضي يبقى اكتب else وقال له لو سمحت هاتلي ايه؟ الباند سرش تعا نبدأ بيها كده الوقت ونشوف ايه اللي هيحصل ونام عامت الصح وفعلا راح اجاب لي الباند سرش وبالتالي الدنيا كده تمام اقفل وقل له keep ادي فعلا الناس اللي شغالة في السيلز طب تعال نشيل سيلز ونكتب بقى المرة دي الباند اللي هو مثلا بي ونعمل right click ونقول له refresh جاب لي فعلا الناس اللي موجودة في بي طب هاتب بقى بي مع سيلز ونشوف ايه اللي هيحصل right click وrefresh الشيء نعملش هنا لان لانه 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 لان اثناء خاطوه الباند اللي اسه لانه لانه لان Suggestion طب الانفاي علمي التغارب الخاصية لان في قصر على الباند الليzessه لانه لان استخده جادر debboard محよう 발د بابا ان الجسيرة هي ش confirmsة بصورة بقى vamos اذن اقفى تباع السعادة سأستخدم إف تاني سأسئل سؤال تاني إف المرة سأسأل برضو تابل إز أمتي بس المرة سأدور على مين سأدور على الدبارتمنت هل دبارتمنت سيرش ده أمتي ولا لأ لو أمتي لو سمحت سأقول له ثان لو سمحت دي تترجم ثان لو لقيت وفاضي لو سمحت هاتلي من الباند سيرش خطوة الباند سيرش إلس يعني لو الشرطين اللي قبل كده فولس لو سمحت هاتلي بوس كإني بقوله بالظبط لو الشرطين اللي قبل كده فولس يعني لو الجدولين اللي قبل كده مش فاضين هاتلي مين هاتلي بوس اللي هي الخطوة الأخيرة ممكن أغير اسم الخطوة دي أقول له سمحت أعمل ري نيم وسمي هالي سيلكشن دي خطوة السيلكشن وتعالي بوس الناتج بتاعها فعلا الراجل اللي شغال في دي بورتمنت سيلز والباند بتاعه بي أعتقد كده ماشية بشكل كويس تعالي نقف إن نقول له كيب حصل أبديت للتابل تعالي نزود نقول له مثلاً A كمان يعني يعني عايز السيلز A و B رأيت كليك ورفراش تعالي نشيل السيلز خالص رأيت كليك ورفراش شغالة كويس جداً تب تختار الفينانس ويشيل ال A و B رأيت كليك ورفراش شغال هاي لالفينانس بيقول لي تماما هوا هات معاها باند A رأيت كليك ورفراش يبقى ال F statement اللي عملناها زبطت كل حاجة وقدرت إن هي تعرف تختار الخطوة الصحيحة من بين ثلاث خطوات اللي احنا عملناهم أو الثلاثة ستابس اللي بيعملوا سيرش جوه الكويري اختارت منهم الصحيح حسب الحالة اللي موجودة في الانبوت بتاعنا ودلوقتي حنشوف الحل باستخدام less.nex اللي قدمه لنا الأستاذ عثمان أبو زياد الزميل العزيز عثمان أبو زياد وحنشوف الطريقة اللي استخدمها أنا أخدت copy من الكويري اللي اسمها data سمتها using flags ليه using flags لأنه فعلا استخدم flags وحنفهم فكرة الفلاكز واحنا شغالين دلوقتي وبعد كده ادللت كل الخطوات اللي بعد change type وسمتها data عشان لو احتاجنا الاسم يكون سهل وحنا بنعرف نكتبه مرة تانية وتعالا نشوف أول حاجة عملها الأستاذ عثمان أنه هو زود كولم جديد عمل كولم جديد والكولم ده وظيفته أنه يقارن الكولم اللي اسمه band اللي موجود هنا بالكولم اللي اسمه band اللي فيه search criteria وأي حد يكون فيه اشتراك ما بينهم وبين بعض يددله flag يعني دده flag دده علامة يعلم يدده علامة ويقول والله الراجل ده معنا أو اللاين ده معنا ها يعمل كده كده ازاي قلنا باستخدام add column هنعمل custom column وتعالا نسمي كوم ده مثلا band search وهنستخدم برضو list.contains اهو list.contains وهنستخدم اللي موجودة في التابل اللي اسمه multi column filter اهو موجود هنا هكتب اسمه بمنتهى الحرص add multi column filter وعايز منه الكولم اللي اسمه band وهنستخدم بلستة اللي موجودة عندي لستة الband اللي موجودة هنا فهفتح برضو square bracket واكتب band وبعد كده هستخدم نفس الفونشن اللي بنتستخدمه عشان ناجنور الكيس انستيفتي اللي اسمه comparer dot ordinal ignore case وهنقفل القوس بتاع list.contains وندوس على اوكي ونشوف النتيجة النهائية عمل كولم جديد عمارة عن true و false يبقى انا كدر تأدي flag الفلاج ده بيقول لي هل القيمة اللي موجودة في الكولم ده موجودة في search column ولا لا لو موجودة بيديني true لو مش موجودة بيديني false بس احنا مش عايزين true false عايزين واحد او zero هنعمل edit هنحط قابليها ايه هنحط قابليها if وطبعا دي لو بتطلع true هقول له ايه then one و else هقول له لو سمحت الديني zero بس كده يبقى الكولم ده هتحول الى zero one طب عايزين كولم كمان لل department مفيش مشكلة خلاص عرفنا ازاي هروح اقول له custom column المرة دي هسميها department search وبعد كده نفس الكلام هقول list.contains هختار نفس الكوير اللي اسمها multi column function هختار الكولم بتاع department المرة دي وبعد كده هقارنه مين بال department اللي موجود في التابل الاصلي بتاعنا وهستخدم نفس الفونكشن compare.orden ignore case وبعد كده هقفل قابليها هستخدم ال if عشان احاول true او false الى zero one فحقول له if لو الكلام ده true لو سمحت اكتب لي واحد ولو false لو سمحت اكتب لي zero وادوس على اوكي كده بقى عندي زي ما انت شايف two columns القلم الاولاني بيسيرش او بيديني flag على السيرش جوه القلم اللي اسمه band والقلم التاني بيديني flag على السيرش بتاع القلم بتاع department لما يكون اللاين ده بتحقق فيه الشرطين هلاقي قيمة هنا وهنا مظبوط اهو زي مثلا اللاين ده في واحد هنا وواحد هنا اللاين ده بتحقق فيه شرط واحد بس هلاقينا واحد وهلاقي هنا ايه zero طب انا عايز قلم واحد يعبر عن السيرش جوه two columns مع بعض فالحال اللي عمل بسير عثمان ايه جمعهم على بعض فعمل ايه اختار two columns مع بعض وراح على add column وقال له standard ولو سمحت قال له اعمل add فعمل column جديد وسمى addition وعمل جمع للقيمة مع بعض تعال نفكر ازاي عن طريق الكلام الاخير اللي عملا في عمليات الجمع ده اختار الصفوف اللي انا محتاجها وانتعال نفكر في الوضع الحالي للconditions الموجودة عندي قيم في column الباند وعندي قيم في column department يعني معنا كده محتاج الشرط بتاع department search يكون واحد وكمان الباند search هو كمان يكون واحد وقلنا ده متحقق في بعض السطور زي مثلا السطر ده وبالتالي لو انا حبيت اعمل فلتر على column الاسم addition هاختار دايما رقم اثنين يعني اعمل فلتر على رقم اثنين وبالتالي هحقق الشرطين بتوعي بشكل هائل بس ده مش دايما لانه في الحالة اللي انا حمسح فيها column الاثنين او column الاثنين هيكون فاضي تماما يبقى انا محتاج اترش على value واحد مش على value اثنين ليه اثير على value واحد لان value واحد ده معناها ان اتليست واحد من واحد تبقى للظروف وهو ده الحل الظريف جدا اللي عمله الاستاذ عثمان ان هو استخدم max يعني هاتلي اقصى حاجة ممكنة وشوف لي بتساوي الرقم ده ولأ وتعالا نحاول نستخدم امكانيات user interface ونعمل اي filter هنا وبعد نعدل في formula الناتجة عنه ولكن خلينا غير الاسم بتاع واخليه حاجة سهلة ولتكن مثلا both استخدمناها المرة اللي فاتت فممكن نستخدمها بسهولة وتعال نعمل filter طبعا في الحالة بتاعاتنا احنا عايزين maximum هنا دايما هو رقم اتنين فهاختار رقم اتنين فعملي filter على اتنين انا بس عايز باعكاد كون dynamic فهعمل تعديل على التي استخدمها واختار الخطوة السابقة اللي هي both وبعد كده قارن الكلام اللي اسمه addition برقم اتنين وده بالزبط انا عايز اغيره حمسح رقم اتنين دي وهستخدم مكانها list dot max بعد كده هفتح قوس واشوف عايز مني ايه هو عايز مني بس list والlist موجودة في الخطوة السابقة اللي اسمها both ومن الكلام اللي اسمه addition فحكتب برضو addition وبعد كده اعمل علامة الصح وحتلاقي الفلتر ما تغيرش وما تغيرش لاني مختار المكسموم فعلا وبعد كده هنجرب ونشوف ان ده شغال بشكل dynamic بعد كده عندي مالهاش لازمة اللي هما اخر ثلاثة كل دول انا مش محتاجهم هختار الاول وادوس واختار الاخير وعمل وقل له remove columns وبعد كده close and load انا كنت قريبا اعمل لها load قبل كده يبقى ممكن اغير load option right click load to وهختار table وهختار كمان existing work sheet وcolumn o واقل له اوكي واني الtable شغال معاك تعال هنجرب نغير زي ما احنا عايزين ونشوف هل اتنين شغالين معانا بشكل كويس ما لا تعال نشيل الفاينانس ونحط مكانهم هنا مثلا finance او sales مثلا ونعمل refresh all الاثنين شغالين معاك بشكل هايل تعال نزود بعد كده هنا مثلا حاجة واني نعمل refresh all الاثنين الشغالين معاك بشكل ممتاز جدا شكرا جدا استاذ عثمان على الفكرة الجميلة اللي حرك شاركتها معاك الفقرة الاخيرة روحة الشرف وشكر خاص جدا في البداية للاستاذ عثمان ابو زياد على الحل اللي شاركوا معنا والعرضنا في نهاية الفيديو وشكرا للناس كلها شهاب الصغير فتحي طاها روي ويلسون هيسم الطحان سعيد مباركي عمر افاكير عبدالله مشعل مقداد ماري جابرييل رايجوزا واليخاندرو سايمون شكرا جدا للناس كلها واتمنى تكون نطقة الاسمي بشكل صحيح وشوفكم التحدي الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته